موسيقى مشاهدين الكرام أو في الوطنية الأولى مساء الخير أهلا وسهلا بكم تقريبا لميز الوضع الجوي بالنسبة لهذه الفترة ارتفاع عنصر الضغط الجوي الشيء ليساهم في اعتدال واستقرار بقية العناصر الجوية الأخرى لميز الوضع الجوي صباحا هو ظهور ضباب محلي ودرجة حرارة تقريبا توصلت في نفس المستويات كانت من بين 17 إلى 21 درجة اليوم سجنة 18 بتونس العصمة وأقل نسبيا بالمرتفعات تقريبا في حدود 14 درجة كما نلاحظوا من خلال تسلسل لسوى القمر الاصطناعي لميز حالة سماء بعد تقسع ضباب هو ظهور بعض الصحب على كاميرا البلاد والتي كانت ممكن أكثر كثافة صباحا في مناطق الجنوب الشرقي ليلة إذا توصل ظهور صحب عبره بأغلب المناطق تكون محليا كثيفة بالشمال وبالوسط ليلة تعتبر نسبيا بردة تقريبا حرارة ليلا تكون أقل من 10 درجات بأغلب الجهات وأدفع نسبيا قرب السواحل تصل ممكن محليا إلى 12 درجة كما نعرف البحر هو معادل حراري ويسام في تلطيف درجات الحرارة المنخفضة ليلا يوم الغد إن شاء الله ممكن تغيرات نسبية ظهور بعض الصحب العبره بأغلب الجهات والتي تكون محليا كثيفة بالشمال وبالوسط نتوقع إمكانية نزول أمتار ضعيفة تقريبا درجات حرارة قصوى المنتظرة اليوم الغد تصل إلى 15 بزغوان 16 بتونس العاصمة وحتى بنزرد 15 بنابل بباجة وبجندوبة 15 بسليانة وبالكاف في مناطق الوسط نتوقع 16 درجة بالقيروان 15 بسوسة 17 بالمنستير وبالمهدية سيدي بوزيد 18 15 بالقسرين وبالجنوب اسفاقس وقابل 17 19 بمدنين وبتطوين 18 برمادة 19 بأقصى الجنوب أقل بيكبلي وبتوزر في حدود 16 درجة وبقفسة تصل حرارة إلى مستويات 15 درجة بنسبة الملاحة وصل البحري بسواحل الشمالية منطقة السيرات وخليج تونس ريح تكون ملقطع الشرقي شرقية إلى جنوبية شرقية سرعتها من 10 إلى 20 عقدة تصل مؤقتا إلى 30 عقدة أثناء ظهر الخلايا الرعدية والبحر يكون قليل الاثتراب بخليج حمامات وبجيات الساحل وصولا لمنطقة الشابة ريح تكون جنوبية غربية سرعتها من 15 إلى 25 عقدة البحر يكون قليل الاثتراب فمضطرب وبخليج جابس ريح تكون جنوبية غربية ضعيفة إلى معتدلة سرعتها من 10 إلى 20 عقدة والبحر يكون هادئ وقليل الاثتراب كنا عادة نمدوكم فكرة حول الوضع الجوي ببعث المدن والعواصم الأجنبية بانواقشة 37 درجة أمتر بريبات 18 23 بالدربيضاء 20 بالجزائر 22 بترابلوس 11 مصمش بالقاهرة 22 درجة 30 بالمدينة المنورة وبمكة المكرمة سماء صافية والحرارة في مستويات 34 درجة بالنسبة لبقية المدن العربية بالدوحة 29 20 بالكويت 33 بأبوظبي سماء قليلة سحوب دمشق 17 18 18 ببيروت سماء صافية ببغداد 20 وبالقدس الشريف تصل حرارة قصوى إلى مستويات 14 درجة بالنسبة لبقية المدن الأجنبية بإسطنبول حرارة نسبية مخفضة 9 درجات 4 درجات تحت السفر بموسكو تقص بارد مع ثلوس 3 بفيينة 16 باثينة سحوب كثيفة بروما 14 درجة 7 بأمستردام سماء صافية ببرلين درجتان وتقص بارد حتى بكوبنهاجن والحرارة في مستويات 4 درجات بالنسبة لبقية المدن الأوروبية حرارة نسبية مخفضة بلندن 8 5 بباريس 4 بجنف 16 بمرسيليا درجتان تحت السفر بستوكول 4 ببريكسيل بعد سحوب بمدريد 13 درجة وأمطار بلاشبونة والحرارة تصل إلى 17 درجة تطور الوضع الجوي بالنسبة لأيامات القليلة قادمة كما لاحظو يوم الأحد الرياح تكون من القطاع الجنوبي على كامل البلد ضعيفة إلى معتدلة تتقوى حدثها وفعليتها بعد ظهور قرب السواح البحر يكون قليل الاضطراب فمضطرب مع تدفق الرياح الجنوبية ممكن ارتفاع تفي في درجة حرارة تقريبا تتروح الحرارة قصوى من 18 32 درجة بأغلب الجهات وأقل بالمرتفعات في حدود 16 درجة وممكن ظهور صحوب أحيانا كثيفة بأغلب مناطق البلد بشار أمطار إن شاء الله مع انطلاقة هذا الأسبوع الوضع الجوي يكون ملأم لنزول الأمطار بالشمال بالوسط ومحليا بالجنوب الرياح تكون قوية نسبيا قرب السواحل ضعيفة لما تدلى داخل البلد البحر يكون قليل الاضطراب بخليج قابس ومضطرب ببقية مجالتنا البحرية تقريبا درجة حرارة تتواصل في نفس المستويات مقارنة بنهاية الأسبوع موعدة شروق والغروب اليوم الغد شروق الشمس بإذن الله يكون في الساعة السابعة واربعتاشن دقيقة غروبها في الساعة الخامسة وثلاث دقائق لمزيد من المعلومات والإرشادات الموقع الخاص بالمعهد الوطني للردس الجوي تروا دولو في بوميتيو بونتين تبعثوا رساليات قصيرة ولا تتصلوا برقم الموزع الصوتي ثمانية وثمانين أربعين أربع أسفار شكرا على حسن المتابعة والاهتمام ونهاية أسبوع مريحة للجميع ترجمة نانسي قنقر